مرحبا بكم في نشرتنا الجوية محله تقس اليوم كان صافي وتقلصت حد التاريح ودرجة الحرارة عرفت ارتفاع نسبي تراوحت بين الـ 21 و 26 درجة في تونس العاصمة كانت في حدود الـ 26 وببقية الجهات تراوحت بين الـ 26 و 33 درجة كما نلاحظوا بصفة عامة كان التقس صافي وتكيثف التسحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط الليلة باش يتواصل ظهورها في نفس المناطق وتكون مرفوقة ببعض الامتار المؤقتة الرعدية درجة الحرارة باش تتراوح بين الـ 16 و 21 درجة غضوة ان شاء الله ثم ظهور ضباب محلي في السباح في كامل مناطق البلاد تقس باش يكون مغيم جزئيا وأكثر كثافة سحب تكون في الشمال ومرفوقة ببعض الامتار المحلية درجة حرارة تزيد تعرف ارتفاع طفيف تكون في حدود 33 درجة في زغوان 25 في تونس ونابل 29 في بنزارة 30 في باجة 31 في جندوبة والكيف 30 في سيليانة 29 في القصرين 32 في كل من القروان وسيدي بوزيد في المناطق الساحلية تكون في حدود 24 في سوسة والمناستير 22 في المهدية في سفاقس 26 27 في جيبس 30 في كل من مدنين وتطوين 32 في الرمادة برج الخضرة 34 35 في كبلي توزر 34 و32 درجة بيقفصة فيما يخص الملاحة والصيد البحري تواصل الإعلام برياح قوية ويهم محليا شرق تونس في خليج تونس ومنطقة سيرات الريح تكون جنوبية شرقية في شمالية غربية سرعتها تكون بين 25 و35 عقدة وتصل إلى 45 عقدة أثناء ظهور سحب رعدية والبحر يكون شديد الاطراف في مضطرب في خليج الحمامات تتواصل الريح جنوبية شرقية سرعتها تكون بين 10 و20 عقدة تزيد تقاوى فعليتها تكون بين 15 و25 عقدة وتوصل إلى 40 عقدة في شكل هبات والبحر يكون محليا شديد الاطراف في مضطرب في خليج جيبس ومنطقة الشابة وجربة تتواصل الريح من القطاع الشرقي لكن أقل فاعلية تكون بين 10 و20 عقدة والبحر يكون مضطرب نعطيكم فكرة على بعض درجة الحرارة ببعض البلدان العربية والأوروبية نواق شط 34 الدار البيضاء 25 و22 في الريبات مع بعض السحب 23 في الجزائر ترابلس تقص في 28 القاهرة 31 والمدينة المنورة ومكة المكرمة 38 درجة الدوحة 38 أبوظبي 33 الكويت 34 مع بعض السحب دمشق 30 بيروت 26 عمان تقص في نجد 30 درجة بغداد 33 والقدس الشريف 25 درجة فيما يخص البلدان الأجنبية تقص ممتر عامة إسطنبول 22 موسكو 12 أثناء 26 تقص يكون صافي بينا 13 روما تقص ممتر 19 أمستردام 10 بيرلين 13 مع بعض السحب كوبنهاجن 9 درجات لندن 12 تقص يكون ممتر بيريز 13 سوكهولم 9 درجات جونيف 11 بروكسيل تقص ممتر 12 مرسيليا تقص مغيم 16 مدريد كذلك 16 ولشبون 22 درجة مع بعض السحب توقعنا الجوية للنهارات الجاية نهار الجمعة ثم شوية تغيرات جوية لكن مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بيش تتراوح بين 24 و 29 درجة في الشمال والوسط تكون في حدود 22 في المناطق الساحلية تتراوح بين 33 و 38 درجة ببقية الجهد تقص بيش يكون مغيم جزئيا في كامل مناطق البلاد مع إمكانية نزول أمتار محلية في الشمال والوسط الريح تكون من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب سواحل ومثيرة لدواوير رملية بالجنوب والبحر يكون مضطرب في شديد الاطراب في كامل مجالاتنا البحرية نهار السبت درجة حرارة تعرف انخفاض طفيف يتواصل زيد التقص مغيم جزئيا في أغلب مناطق البلاد أيضا مع نزول بعض الأمتار المحلية في الشمال والوسط وتتواصل زيد الريح من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب سواحل ومثيرة لدواوير رملية بالجنوب والبحر يكون شديد الاطراب في كامل مجالاتنا البحرية أوقات الشروق والغروب الشروق حول الله غدوا يكون على الساعة الخامسة وتسعة وعشرين دقيقة والغروب على الساعة السابعة وخمسة دقائق لمزيد من المعلومات والإرشادات تتنجم تزولوا الموقع الخاص للمعهد الوطني للرسد الجوي تجم تبعثوا إرسلية قصيرة ولا تتصلوا بالموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع أسفار نشكروكم على حسن المتابعة وليرتكم زينة ترجمة نانسي قنقر